خبراء وكاديميون عدداً من الحلول لإنهاء الأزمة اليمنية ضمن مؤتمر السيناريوهات الممكنة لإخراج اليمن من الأزمة الحالية وشار السفير اليمني في الولايات المتحدة أحمد بن بارك أن المرجعيات الثلاث هي أساس لأي حل في اليمن على مستوى الصعيدين السياسي والإنساني أقام مأحد الشرق الأوسطي في واشنطن مؤتمراً يناقش الحلول الممكنة في الأزمة اليمنية وتداول المتحدثون عدداً من القضايا التي تمس الشأن اليمني ومن أبرزها أن أكبر تحدي يعيق عملية السلام في اليمن هو تعنت الجانب الحوثي الذي غدر أكثر من مرة بالمعاهدات والمفاوضات الإقليمية والدولية لأجل ذلك فإن الحل هو محاصرته عسكرياً نحن نعتقد أن هناك مرجعيات واضحة للحل في اليمن في الوقت الذي نقول أنه حل سياسي لكن نعتقد كذلك أنه مقدار من الضغط العسكري واجب ومهم نحن نرى في كل اللجولات السابقة عندنا يكون هناك ضغط حقيقي على العسكري على الحوثيين نجدهم يأتوا إلى مفاوضات السلام وعندما يشعروا أنهم في حل من هذا الضغط نبدأ نرى تملصهم من التزاماتهم تجاه السلام ومن الحلول التي قدمها بعض خبراء المؤتمر هو تحرير الحديدة من قبضة الحوثي والذي سيؤدي التحرير إلى حرمان الحوثي من جميع الإمدادات والمصادر التي يحصل عليها بالإضافة إلى حماية وتوفير الملاحة الدولية كما سيؤدي التحرير الحديدة إلى إيجاد مساحة كبيرة وآمنة للمليين الذين يعانون من عبث الحوثي في الأماكن المجاورة نحن نحتاج أن نرى المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وكل أصدقاء اليمن متحدين لدعم الأمم المتحدة في إيجاد عملية السلام في اليمن وركز المتحدثون على مطالبة جميع اعتراف القضية اليمنية والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهد لمقاوامة الكوارث الإنسانية المتزايدة في اليمن في الوقت الذي يتشبث فيه الحوثي بالخيار العسكري غير آبهن بمصير وواقع الإنسان اليمني كثرت الحلول وكثرت المهتبون ولكن يبقى العيق الأكبر في القضية اليمنية كما قال بعض المراقبين بأن الحوثي هو لا يؤمن بأي حل المشترك وإن تلبس عباءة التفاوض غير ذات مرة للإخباري أحمد القرني من نادي صحافة الوطني بواشنطن وفي ملف